أعلنت وزارة الخارجية العراقية تعليق العمل في قنصلية البلاد بمدينة مشهد الإيرانية على أثر الاعتداء الذي طال ديبلوماسيين عراقيين وقال متحدث باسم الوزارة في بيان له أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه بتعليق العمل في القنصلية وكانت أجهزة الأمن الإيرانية قد اعتقلت موظفين عراقيين مبتعفين من وزارة الخارجية العراقية بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد اشتركوا في القناة